اشتركوا في القناة اذن متابعين الكلام وبعد تحديثات لنهار اليوم في الصبيحة التحديثات تلغي المنخفض يوم 17 من شهر فيفري الذي كان من المنتظر يلمس المناطق الجزائرية لكن في تحديث المسائي لنهار اليوم التحديثات تتفق على المنخفض القطبي يوم 17 من شهر فيفري بحول الله تعالى لكن المنخفض في التحديثات السابقة كان يخص جميع المناطق الجزائرية الغربية الوسطى والشرقية متابعين الكرام لكن التحديث لمساء اليوم وبعد التحديث الجديد كما قلت المنخفض القطبي سيخص المناطق الشرقية وأقصى الشرق الجزائري في انتظار اقتراب المدة وجديد التحديثات القادمة إذن متابعين الكرام سأفصل معكم في هذه التحديثات إلى غاية يوم 28 من شهر فيفري بحول الله تعالى كما نتابع معكم في الصورة متابعين الكرام هذا اليوم 11 أي يوم الأحد بحول الله تعالى كما نتابع معكم في الصورة يوم الاثنين بحول الله تعالى يوم الثاني عشر من شهر فيفري بحول الله متابعين الكرام كما نرى معكم في الصورة هذه الأجواء الشرقية الجزائرية الساحلية التي تشد أمطار بحول الله تعالى هذه باللون الأزرق خاصة بعض المناطق الوسطى متابعين الكرام كما نرى معكم في الصورة نتابع معكم يوم تلوى الآخر وهذه التحديثات يوم الثاني عشر ما زلنا فيه وهذه الساعات المتأخرة من نهار يوم الثاني عشر من شهر فيفري أي يوم الثلاثة بحول الله تعالى متابعين الكرام يوم الثالث عشر من شهر فيفري حيث ستبقى المناطق الشرقية أقصى المناطق الشرقية تميزها أمطار بحول الله تعالى كما نرى في الصورة هنا يوم الثلاثة عشر أيضا الساعات المتأخرة سوف تشهد الأجواء صفاء بحول الله تعالى ابتداء من يوم الرابع عشر من شهر فيفري بحول الله نتابع معكم في الصورة متابعين الكرام يوم تلوى الآخر هذا يوم الخامس عشر من شهر فيفري وصفاء في أحوال الطاقص بحول الله تعالى يوم السادس عشر من شهر فيفري بمتابعين الكرام نتابع معكم سحب كثيفة ستعطي بعض الأمطار على المناطق الغربية وهي متوجهة إلى المناطق الوسطى وشرقية كما نتابع معكم في الصورة أيضا السحب الكثيفة أيضا ستميز المناطق الصحراوية وشمال الصحراء هذا يوم السادس عشر نتابع معكم هنا يوم السابع عشر تبدأ الأمطار في النزول على المناطق الساحلية وبعض المناطق الشرقية كما نتابع معكم في الصورة هنا يوم السابع عشر ويوم الثامن عشر تبقى تميز الأمطار أقصى الشرق الجزائري والمناطق الشمالية الشرقية كما نتابع معكم في الصورة يوم التاسع عشر متابع الكلام تشهد الأجواء صفاء في الجو مع بداية تكاثر للسحب على المناطق الغربية كما نتابع معكم في الصورة تزداد هذه السحب الكثيفة على كامل المناطق الشرقية الوسطى بالإضافة إلى شمال الصحراء ووسط الصحراء نتابع معكم متابعين الكرام وبداية دخول الكتلة القطبية الباردة إلى المناطق المغربية التي سوف تشهد أجواء شتوية بامتياز وتساقط ثلوج كثيف بحول الله وهذا ابتداء من يوم العشرين من شهر فيفري موعد منخفض قطبي محمل بثلوج كثيفة متابعين الكرام نتابع معكم في الصورة الأمطار تنتقل إلى المناطق الغربية الجزائرية بالإضافة إلى ثلوج كثيفة على المناطق الغربية تزداد الحالة قوة على المناطق الوسطى والشرقية يوم الواحد والعشرين من شهر فيفري بحول الله تعالى مع نزول أمطار غزيرة وعواصف رعدية قوية على كل المناطق الغربية الوسطى والشرقية كما نتابع معكم في الصورة إذن متابعين الكرام هذه الصورة وهذه الأمطار يوم الثاني والعشرين من شهر فيفري بحول الله تعالى نتابع معكم في الصورة تبقى تميز الأمطار المناطق الساحلية والشرقية مع النزول للثلوج نتابع يوم الثلاثة والعشرين من شهر فيفري بحول الله تبقى الأمطار تميز المناطق الشرقية والساحلية أمطار غزيرة وثلوج متابعين الكرام يوم الرابع والعشرين من شهر فيفري تبقى الأمطار أيضا تميز المناطق الغربية بالإضافة إلى المناطق الساحلية والشرقية بأمطار غزيرة بحول الله تعالى نلاحظ معكم إذن متابعنا الكرام المنخفض القطبي الذي جاء في تحديثات لمساء اليوم سيبدأ من يوم الواحدة والعشرين إلى غاية يوم الخامسة والعشرين والسادسة والعشرين بحول الله تعالى من شهر فيفري بحول الله تعالى سنتابع معكم متابعنا الكرام الحالة تلو الأخرى وتحديث تلو الأخر وسنوفيكم بالجديد فقط كونوا معنا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته